اشتركوا في القناة ومساء الخير لكل المستمعات والمستمعين شكرا لك مجددا والمجهود ديالك اللي كتقم به معنا في عائلة برشلون الراديو لتقريب الأخبار والمتنوعات اللي كتحدث في أحضان جاليتنا عبر العالم بالخصوص أوروبا الغربية سيساعد لك الكلمة وشكرا جزيلا شكرا لكم مرة ثانية كما العدا سأبدأ من البلد الذي أقيم فيه وهي بلجيجا ففي خبر وردته وزارة الداخلية البلجيجية كون وعنونة الصحافة البلجيجية هذا الخبر بالمهاجرون المهاجرين لا يبالون بالانتخابات البلدية ويذكر على أن ستجل الانتخابات البلدية في شهر أكتوبر عمرتاش بالضبط عمرتاش أكتوبر المقبل في بلجيجا فإلى حدود الآن حسب مصادر وزارة الداخلية فقط 15% من المواطنين المنتمين للاتحاد الأوروبي هم الذين سجلوا في اللوائح الانتخابية في حين لم يسجل إلا 8.39% فقط من المواطنين خارج الاتحاد الأوروبي للإشارة أن منذ سنة 2000 حصل الأوروبيون أي المقيمين في الدول الأوروبية الأخرى خارج بلجيجا عن حقهم في التصويت في الانتخابات البلدية في حين لم يحسن المهاجرين الغير الأوروبيين على حق التصويت إلا في سنة 2004 ورغم هذا الحق فإن المهاجرون يفتعدون أو يتركون هذا الحق لغيرهم وكما أشرت تجرى الانتخابات البلدية في بلجيجا يوم 14 أكتوبر المقبل وحسب الأرقام وزارة الداخلية التي نشرتها يوم 21 يوليوس من الشهر الماضي فتقول بأن فقط 100 ألف وجوج فاصلة 999 أوروبي هم الذين سجلهم في حين أن عدهم حدد الأوروبيين المقيمين في بلجيجا يصل إلى 652.946 أوروبي أو شخص أي بنسبة فقط 15.86% المسجلين في حين الغير الأوروبي يمكن تماش 1347 مسجل والذين يصل عددهم الإجمالي 147.173 أي بنسبة 8.39% وهذه الأرقام أقل بكثير من الانتخابات البلدية لسنة 2006 بحيث كان المسجلين آنذاك 110.973 أوروبي و 17.065 من المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي و يذكر والإشارة فقط فأن المواطنين المهاجرين الحاصلين على الجنسية البلجيجية يعتبرون بلجيجا إذن هذه الأرقام التي أوردناها هي أرقام فقط للذين لم يحصلوا على الجنسية البلجيجية أبقى دائما في بلجيجا وأمر إلى خبر ثاني حول مغربي اسمه مصطفى لوناني وهو مهدد بالطرد إلى المغرب وهذا المغربي حصل على اللجوء السياسي منذ تقريب عشر سنوات لكنه أدنا بتهمة الإرهاب وأدنا أدانته محكمة بلجيجية بستة سنوات في جنة النفذة من ذلك سنة 2006 بطلمة الإرهاب كما قلت وانتهمائه بما يسمى بالمجموعة الإسلامية المقاتلة المغربية واتهامه أيضا بالتورط في انفجار مدريد الذي أودت آنذاك بحياة ما يقارب 200 شخص وتورطه في مقتل المخرج السينمائي فانخوخ بروتردام وكذلك الاتهامة بالاتهامة التي وجهت له آنذاك وإرسال المقاتلين إلى العراق وبعد خروجه وقضائه العقوبة التي دامت في سنوات قدم كسرت المجلس الدولة البلجيجية ذلك القرار الذي بموجبه حصل على اللجوء السياسي في بلجيجا والآن مهدد بالطرد إلى المغرب في حين محاميه قدم دعوة أو استأنف هذا القرار بدعوة أن هذا الشخص مهدد بالتعذيب في المغرب أبقى دائما في بلجيجا كون أنه النصب والاحتيال على المغاربة وخاصة من بعض المكاتب الخدمات تابعة للقونسولية المغربية وخاصة منها المكاتب التي تقوم بالترجمة وإملاء بعض الرسوم إلى غير ذلك في حيث أن هذا الخبر أوردته الموقع الإلكتروني الجاني 24 يقول الذي توصل بتبعه هذا الموقع بنسخة من شكاية تقدمت بسيدة مغربية مقيمة ببروكسيل القونسول العام بنفس المدينة مفادها أن مكتب الخدمات الرباط الموجود بقرب القونسولية قام بابتزازها والنصب عليها فحسب مضمون الشكاية فإن المكتب المذكور طلب من السيدة مبلغ 500 أورو المقابل تخليص بعض الوثائق الإدارية بالرباط مدعين أنهم على علاقة بوكيل الملك وأنهم قادرين على حل أي مشكل إداري السيدة تردزت كثيرا في قبول هذا العرض لكن حاجتها المس لهذه الوثائق جعلتها تدفع لهم مبلغ 200 أورو تحت الحساب في انتظار حصولها على الوثائق ومن بعد تكمل لهم الباقي أي 300 أورو وبعد شهور عادت إليهم حسب الاتفاق ففوجئت أنهم لم يفو بوعدهم وأخبروها بأنهم تعثر عليهم إتمام جميع الوثائق وطالبوها بتسديد باقي المبلغ الشيء الذي رفضته السيدة وجعلها تشتكي المكتب المذكور بالقنسل العام المغربي ببروكسل جدير بالذكر أن العديد من الجمعيات تتناول هنا هذا الموضوع وتغسلت بشكايات ومثلة فمثلا في مقال سابق لها تحت عنوان وكالة أمام القنسلية المغربية ببروكسل تستغل المواطنين وتكرس الفسد فبعد هذا المقال توصلت الجريدة بشهادات العديدة من مغاربة ببروكسل يشكون ويفتنكرون تصرفات هذا المكتب وتصرفات بعض الموظفي القنسلية كما أن جمعيات ممثلة مهتمة بحقوق الإنسان توصلت أيضا برسائل ممثلة لتصبير هذه الممارسات من المغرب إلى بلجيغا من طرف أشخاص تابعين أو مرتبطين بالقنسلية المغربية فاصل موسيقي وأمر للأخبار الأخرى شكرا موسيقى 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 بارشلونا الراديو راديو إينو 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 إذن أعود مع الزميل سعيد العمراني ورسالته من بروكسل شكرا سيسايد شكرا لأخ رشيد لأمر مباشرة إلى فرنسا كون فرنسا تعتزين تغيير تصاريح إقامة الأجانب لسنة بأخرى من ثلاث سنوات وتحاول مأمكن تقليل المسطرة المعقدة التي كان كرسها الرئيس السابق نيكولا الساركوج بحيث كشفت المصادر الإعلامية أن الرئيس حكومة الفرنسية الحالي جان مارك عن موافقته لمنح تصاريح إقامة أطول في مدتها للأجانب الذين يتواجدون بصفة نظامية على الطراب الفرنسي معتظرا أن هذه الخطوة من شأنها تعليز الاندماج وتحقيق المسعد الحكومي في إقامة سياسة هجرة متوازنة جان مارك قال أنه طلب من وزير داخليته مانويل فالس تحريك النقاش للوصول إلى آلية لتحقيق هذه الخطوة واعتبر رئيس الحكومة أن فرنسا بلد الاندماج رغما عن السرامة التي تبسم بتدبيرها لمنحسات قضايا الهجرة في السابق ووفقا لهذه الخطوة المستجدة ضمن السياسة الحكومية الفرنسية فإن الأجانب المتواجدين في صفة نظامية على الطراب الفرنسي سيستفدون من بطائق إقامة تمتد لثلاث سنوات عوضا من تدبير المعمول بالحالي والممكن لذات الأجانب من تصريح إقامة لا تتعدى السنة الواحدة التوجه الجديد في تدبير وضعية مهاجري القانونيين في فرنسا سينعكس على أوضاع المغاربة المقيمين هناك ليس فقط باعتبار التعداد الكبير لغير المجنسين منهم لكن أيضا بفعل توفر كم الغير الألعين من الواحدين المغاربة الجدد على البلاد وأيضا من حق باقي المهاجرين الاستفادة من نفس القرار خبر أخر أوردته المجلة الإلكترونية المغربية هسبريس يقول بأن مراكز المغربية تعد تقارير طبية لمرافق استشفائية مشتغلة في فرنسا وهذا الخبر أوردته كما قلت إستريس بتاريخ يوم الخميس جوج غشت الجاري إذ جاء فيه تعمل عدد من المراكز المغربية المختصة على إعداد تقارير طبية لصالح مرافق استشفائية مختلفة تشتغل فوق الطراب الفرنسي وتتلقى نزلاءها من بين مواطني ذات البلد الأوروبي ووفقا لموقع إلكتروني آخر يسمى صوت الشمال فإن المركز الاستشفائي لقالي مثلا يعد واحدا من المرافق التبية التي تشتغل بذات الكفية منذ عام 2019 يعمد أطبائه على وضع تشجيلات صوتية للتقارير المثبتة بالحالات المرضية التي يتلقونها وبعدها تبعث ذات المواد الصوتية نحو المغرب كي تساعة كتابة قبل أن يعاد إرسالها ثانية لفرنسا وتسليمها بالمعنيين بالأمر ويشار على أن البرامج التعليمية والصحية في المغرب تعد بمثابة مختبرات ليس إلا لبعض المختبرات الأجنبية وعلى رأسها المختبرات الفرنسية أبقى في فرنسا دائما وهذا خبر من مصادر حقوقية كون عمدة شركة الخطوط السكاكية الفرنسية على طرد مغربيين بعد صيامهما لرمضان إذ أن الفردين يعملاني من محطة القطار القبرى بباريس وقام بأخطاء صغيرة أثناء مزورتهما للعمل وهو ما عللت به الإدارة قرارها حيث اعتبرت أن الشابين وهما حاملان للجنسية الفرنسية أيضا قد كان مشتت الانتباه بسبب الصيام وبإمكان أن تخدث مخاطر في الشركة وخبر أخير من فرنسا وهو خبر أوردته مجلة الإلكترونية أليف بوست بحيث تحدث عن الدحشة التي أصابت المسلمين في مدينة مونت يان جنوب غرب فرنسا بعدما عثروا على رأسين الخنزير عند مدخل المسجد وسط بركة من الماء وذلك في خطوة استفزازية من طرف حيئات معادية للمسلمين وتعتبر مونت توبان هي المدينة الصغيرة التي كان الفرنسي محمد مرح قد قتل فيها جنديين من المذليين منذ شهور ضمن سلسلة الجرائب الإرهابية أختم أخبار فرنسا أمر إلى خبر من إيطاليا كون هذا البلد يستعد لتسوية أوضاع الآلاف المقيمين بشكل غير قانوني فوق عربها لتستعد الحكومة الإيطالية إلى تسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني نعم نمر إلى فاصل سي سعيد يبدو أنه محتاج لاستراحة من بعد نرجع عندك سي سعيد شكرا ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة